ورجعنا لحضركم من جديد ودلوقتي هستعرض معاكم قراءة سريعة لأهم نشارة الصحف والمواقع وأيضا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأوليلة الماضية بنبتدي دائما مع بعض بأكتر الشخصيات انتشارا على المواقع الإغبارية المصرية والنهاردة الشخصية الأولى اللي معينا وهي إسماعيل هنية استجابة لإيران مجلس الأمني يعلن عقد جلسة طارئة لمناقشة اغتيال هنية أما الشخصية الأكتر انتشارا التانية لمعينا وهو دكتور مصطفى مدبولي على خلفية تصريحاته بشأن مبادرة 100 مليون صحة قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن مبادرة 100 مليون صحة تحظى بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو من من وجه بإطلاق تلك المبادرة وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمدينة العالمين الجديدة مبادرة 100 مليون صحة تهدف للوصول للمواطن في أي مكان من ربوع الجمهورية عبد الفتاح السيسي حمل أميرة قطر وزير الخارجية المصري دكتور بدر عبد العاطي تحياته لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمانياته له بدوام التوفيق والنجاح وللشعب المصري الشقيق بموصول التقدم والازدهار ساميحة أيوب الحقيقة إن مهرجان المصرح المصري بيبدأ أولى ندواته بالحديث عن ساميحة أيوب سيدة المصرح العربي وخلال الندوة قال أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المصرحية ومدير المصرح القومي عنها ظاهرة فنية خاضت الحياة مبكرا أما عمر دوارة الناقد والمؤرخ الكبير قال عنها تجربة ثارية وعملت مع العديد من المخرجين وقدمت خمس تجارب مصرحية عالمية والناقد أحمد خميس قال عنها لديها روح متطورة ولا تقتصر على الطرق التقليدية الشخصية الأكثر تداول على مواقع التواصل الاجتماعي هو بن يمين نتنياهو على خلفه التصرحات الأخيرة الرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وجهنا ضربات صحقة لوكلاء إيران وأضاف سنصف حسابنا مع كل من يمس بنا أو يرتكب مجازر ضد شعبنا وجاء في كلماته قطلنا نائب نصر الله في لبنان وكان مسؤولا عن الهجمات في الشمال على مواطنين مجلس الوزراء وافق على إنشاء منطقة حرة داخل ميناء الأسكندرية باسم الدخيلة لمحطة الحاويات واللي هتكون على أردم ساحتها 840 ألف متر مربع مع رصيف بطول 1200 متر داخل ميناء الدخيلة بالأسكندرية منطقة الحرة دي هتكون خاصة بالعمل في مجال بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة أيضا وإعادة تسليم محطة الحاويات بالرصيف مية في ميناء الدخيلة والشركة بتهدف لحجم إنتاج سنوي متوقع إنه يكون 2 مليون حوية مكافأة لحجم 20 أدم وده غير فرص العمل اللي هتوفرها مجلس الوزراء وافق على صرف تعويض اجتماعي لسكان المباني المتعارضة مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع والمباني دي المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو على أراضي سكانها مش قادرين إنهم يثبتوا ملكيتهم لها عشان السكان يقدروا إنهم يضبروا سكان بديل حسام هزاء عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية أعلن إن نسب الإشغال في فنادق مدينة العالمين وصلت لحوالي 100% وده حتى آخر شهر 8 وأكد هزاء على الإقبال الضخم من الزوار سواء المصريين أو السياح من العرب والأجانب من مختلف الجنسيات وأضاف هزاء إن ثقافة مهرجان العالمين قريبة بصورة أكبر للعرب سواء من ناحية الغناء أو الحفلات أو المسرح بالإضافة إن مهرجان العالمين الجديدة وجهة سياحية عالمية بتدعم الترويج السياحي لمصر ومطاري العالمين وبرج العرب الأسكندرية أيضا ساهم في زيادة أعداد السياح وزوار مدينة العالمين دكتور طاري الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء ودكتور علي الغمزاوي رئيس هيئة الدواء المصرية افتتحوا مصنع لمنتجات المكملات الغذائية في مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة والله هيصدر منتجاته لأكتر من 13 دولة في الخليج العربي والشرق الأوسط وأفريقيا المصنع مزود بأحدث تقنيات العالمية زي قالت ضغط أقراس هتنتج حوالي مليون قرص في الساعة الوحدة مع وجود ساعة انتاجية عالية في المصنع بتوصل لألف لتر لكل صندوق ابقى بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفايدة كما هي دون تغيير المبارح الأربع لتوافق توقعات الأسواق للمرة تمنى عالتوالي وهي المرة الأخيرة اللي بتثبت فيها البنك معدلات الإقراض قبل أن يبدأ سياسة التيسير النقضي من سبتمبر المقبل وفق توقعات الأسواق وكانت الأسواق بتتوقع نسبة 70% أن يبقى البنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي برئاسة جيروم باول على أسعار الفايدة كما هي دون التغيير عند نطاق بيتراوح بين 5.25% و5.50% وهو أعلى معدل في البلاد خلال الـ 22 سنة اللي فاتوا قبل خفضها في سبتمبر المقبل على أمل إعادة التضخم الأمريكي إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2% بحلول الشهر المقبل أشارت وسائل أعلام عبرية أن مكتب نتنياهو طلب من أعضاء الحكومة عدم الإدلاء بتصرحات إعلامية بشأن عملية الاختيال التي تمت في طهران وعلق وزير التراث الإسرائيلي على حادث اختيال رئيس المكتب السياسي للفصائل الفلسطينية إسماعيل هنية خلال تواجده بالعاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في تنصيب الرئيس الجديد مسعود بازشكيان وأضاف الوزير في أول تعليق إسرائيلي بالشأن الاختيال أن اختيال رئيس المكتب السياسي الفصائل الفلسطينية سيجعل العالم أفضل قليلا على حسب قولي وذلك حسب وسائل أعلام إسرائيلية نشوف المقالة اللي معنا النهاردة وفي مقال لافت على موقع المصري اليوم بعنوان اكسر الاحتقار يا عبد الغفار بقلم الكاتب الصحفي حمدي رز بيتكلم فيه عن أزمة نقص الأدوية وبيقول المرضى يتألمون والأدوية نقصة والمتوفر يباع بأسعار غير رحيمة والشركات بتطلب من هيئة الدواء زيادات سعرية لا قبل المرضى بها والحكومة تبلع اليوم الزلط أثق في الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة في الخلاص من أزمة نقص الأدوية عجلا ليس أجلا المرض لا يرحم الدكتور عبد الغفار بيقول أن أزمة الدواء في مصر هتنتهي خلال شهرين أو ثلاث شهور كلام جميل وكلام معقول ولكن لا يخفف ألام المرضى وعلى يقين إذا مر الوزير على واحدة من سلاسل الصيدليات الشهيرة وسأل عن ثلاثة أدوية أي أدوية بالكاد سيحصل على واحد فقط والرد مش موجود ناقص أو خد البديل حتى البديل كمان ناقص ما يترجم نقصا فادحا في تلبيت أدوية المرضى والدواء قبل الغذاء أحيانا نروح للكاريكاتير اللي معينا النهاردة هو بوابة أخبار اليوم بيعلق على إعلان وزارة الخزانة الأمريكية بأن الأول مرة في التاريخ حجم الدين القومي الأمريكي 35 تريليون دولار نروح للفيديو اللي معينا النهاردة وكلنا عارفين إن تاريخنا مليان بالحواديد والحكايات كلها عرفناها واسمعنا عنها بالعربي ودلوقتي ده دور جيل جديد إن هما كمان يكملوا ويقولوا حكاياتهم وبرضو بالعربي الفنانين خالد ونور النبوي شاركوا بفيديو في حملة العربي أصلي تالون تبا شكرا